نبدأ النهاردة من تصريحات كارتيرون بعد مباراة الإسماعيل وزمالك كنتات بفوز وزمالك 2-0 كارتيرون الحياة تكلم عن حاجة مهمة جدا أول حاجة أهمية الفوز بشكل عام في مطش النهاردة في الجولة الرابعة قدام فريق كبير فريد إسماعيل ظروفه زي ما احنا عارفين قلنا قبل كده مش في أفضل أحوال فريد إسماعيل مش الحالة المعتادة بتاعته لكن هو شايف كارتيرون أن أثناء المباراة الفريق اكتسب قوة أكتر واكتر بمرور الوقت جوه الملعب كان بان في الأول كده بعض يعني نقدر نقول إيه شوية عدم تركيز لكن مع مرور الوقت الفريق مشي بشكل كويس الفوز كمان النهاردة كان بالنسبة لمستر باترس كارتيرون ده شايفه أن هو فوز منطقي في اللقاء النهاردة وأن في مجموعة كبيرة من اللعبة النهاردة قدمت مستويات كويسة وأن هو برضه على طول عنده ثقة في قدرات لعبته وكارتيرون بعد المباراة الأهلي الأخيرة طبعا آخر مباراة في الدوري قبل مباراة النهاردة هو تكلم عنه هو راجع كل الأوراق بما يخص هذه المباراة التغييرات حالة اللعيبة قيم كل أموره يمكن ده خلنا النهاردة نشوف أكتر من تغيير انت بتتكلم في ست تغييرات تقريبا أو ست لعيبة مختلفين عن اللي بدأوا مباراة الأهلي وده على فكرة رقم مش قليل لما تيجي تعمل ست تغييرات مرة واحدة عواد ما بدأش بالجزيرة قبل كده بدأ بالجزيرة النهاردة كان بيبدأ بيه قبل كده اللي كان يكون عن مباراة الأهلي تحديدا الأخيرة فكرة ان انت بلعب عبدالله جمع في مركز جديد بتلاعب مصطفى فاتح من البداية بتلاعب أحمد عبد الشافي كان بقاله فترة محمد عبدالغني كمان عائد من فترة فبيتكلم بشكل عام ان هو شايف ان اللعيبة اللي نزلوا النهاردة او حتى اللعيبين اللي مكرمش قليلين كله يستحق الفرصة هو بيحاول يطبق فكرة اللي عاد ويكون كله قريب من مستوى لبعض وده هذا شيء إيجابي واحنا فكرة يمكن عرفنا امته وجنينا ثماره لو نفتكر في آخر جوالات السلفات لما حسنا ان كل اللعيبة مستعدة كمان هن النهاردة هو طبعا عبدالله جمع وإمام عشور بعد تجديد عقدهم لنادي الزمالك وتمديد العقد وكلم عن عبدالله جمع بعد كده تكلم عن إمام عشور كتير جدا لكن عبدالله كان لو نفتكر كان فترة من فترات كان خارج المشهد فعبدالله جمع فرصة ان هو يعود تاني وانه يكتسب ثقة مستر باتريس كارترون وكلم ان عبدالله جمع لعيب رائع وعنده إمكانيات مختلفة يعني عنده إمكانيات نلعب ناحية الشمال ناحية اليمين تحت الفرود عنده إمكانيات يقدر يوظفها كارترون في أكتر من مكان وده يفيد الفريق في أكتر من مركز وانه سعيد بأداءه في مباراة النهاردة رغم انه لعب باك يمين لكن هو شاركه على فكرة في التدريبات شوية في المركز ده وحسسه بالمكان ووضح ان كارترون كان عنده وجهة نظر معينة في المباراة دي قد يكون ان المسلوسي مثلا مش محتاج يحرقه وعايز يريحه شوية النهاردة يبعده كده بعد خاصة ان هو يجع من المنتخب فكرة ان حزم إمام اخر النهاردة مباراة في الوقف المحلي فمن المباراة اللي جاية ان شاء الله حزم إمام يكون معانا فبيضرب اكتر من عصفور بحجر واحد واتكلم زي منتحضراتكم علشان كمان المسلوسي لسه جاي اول مباراة من المنتخب وكارترون اتكلم بشكل عام انه هو ادى تعليماته سيد زيزو بن شرقي ومصطفى فاتحي بان هما يعملوا لا مركزية في المباراة ما يبقاش كل واحد بلعب ستاتيك او في المكانه وده الشكل اللي شفناه في الشوط الاول متكلم عن بن شرقي ان هو لعيب كبير ولو كان حتى مستوى الايام دي مش الافضل وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية بن شرقي عنده افضل من كده بكتير ومش بكتير بس ده كتير قوي كمان هل السفر كان بيعمله اجهات شوية مثلا فترة اللي فاتت كان مع المنتخب هل مسألة التجديد وكلام الكتير في السوشيال ميديا هو اللي عامل حالة من حالات التشويش في زهن اشرف بن شرقي عموما نتمنى يرجع لمستوى سريعا والامور تستقر ان ده يفيد اكيد الفرقة بشكل عام وكارترون ختم لقاء وتصريحاته بشكل عام ان هو بيسق في كل اللعبين واني لازم نجهز اللعبة كلها من اجل المنافسة على كل البطولات